السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قانتي معكم جهاد ابراهيم وان شاء الله هنبدأ مع بعض السلسلات فيديوهات تعليمية هنعمل فيها دماء الإيميجرومي سوا هنبدأ الأول بميداليات بسيطة هنقدر ان احنا ننفذها مع بعض ولو في اي ام حابة ان ولدها يبدأوا يتعلموا معنا وينفذوها ما فيش اي مشكلة ان شاء الله ما فيش اي تعقيدات وحنتبه مع بعض ان شاء الله هنبدأ الأول بالقرنوب اللاطيف ونقول باسم الله اول حاجة هنعملها ان احنا هنبدأ بخمس سليسل من ثانية غرزة بعد الصنارة هنبدأ نعمل تزايل بغرزتين حشو بعدين اتنين حشو والغرزة الأخيرة بنعمل فيها تلاتة حشو في نفس الغرزة عشان يبقى عندنا تزايل سليسي نعمل في الغرزة نعمل في الشغل مع الغرزة وهن نعمل ثلاثة حشو حشو طبعا واحنا بنشتغل بنزل الطرف الخيط تحت الغرز منها ان احنا بنأمن شغلنا ان هو ما يتفكش فيه ما بعد وتاني حاجة بنعمل انواع التنظيف بدل ما تمسكي ابرة وخيط بعد ما تخلصي الشغل وتبداية نظافيه اي بقى طروف زيادة احنا بنقصها فيما بعد بالمص كده احنا بمعينا عشر غرز وكده يبقى السطر الاول خلص نبدأ في السطر التاني هنعمل تزايد في اول غرزة وتزايد في تاني غرزة نعمل اتنين حشوة على الحشوات اللي تحت وفوق ثلاث حشوات اللي في الغرزة الاخيرة اللي هو التزايد سنعمل ثلاثة تزايد يعني ست غرز حشو في الاخر هتلع لنا نعمل اتنين حشو وفي اخر غرزة نعمل تزايد سنبدأ السطر التالت السطر التاني احنا خلصناه على ستة اشهر غرزة احنا عندنا اتنين لوب احنا نشتغل في اللوب الامامي هنعمل فيه 16 غرزة حشو يعني هنكمل الدور كله حشو لحد اخر الدور في اللوب الامامي طبعا انا شغالة في اللوب الامامي لان انا شغالة على المقلوب لو انت شغالة شغل عدل بتشتغلي على اللوب الخلفي يعني اللي هو الباكلوب بس انا عمتان انا بحب زي الشغال على المقلوب بحس انه بيديني شغل نظيف و ناعم انا بفضله بصراحة انت حسب انت بترتاح في ايه عملي طبعا انتو شايفيني ان شغالة قلب كأنك بتعملي لكلوك بالزبط الناس اللي بتشتغل كروشيه هتبقى فاهماني هنكمل لاخر السطر و بعدين هنرجع نعمل اتنين دور برضو 16 حشو عادي بقى غرز عادي هنبدأ بقى في السطر السادس هنعمل اول حاجة خمسة حشو بعدين هنعمل اربعة تناقص خفي لو مش عارفين التناقص الخفي في الشغل المقلوب ممكن تسيبولي كومنت و انا هبعملوكو فيديو لي بعدين نعمل ثلاثة حشو و كالسطر السادس يكون خلص نبدأ في السطر السابع نعمل خمسة حشو اتنين تناقص خفي وبعدين ثلاثة حشو ثلاثة حشو نحن كده معنا عشر غرز كل اللي هنعملو بقى من الدور الثامن للدور الاثنشر هنعمل ادوار ثابت كل دور عشر غرز حشو حشو ترجمة نانسي قنقر خمسة حشو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى انا سأكمل الأضغور سابت خمس أضغور طبعا هنا بقى سأبدأ أحشي الناس اللي بتحبي تحشي من البداية جماعة ممكن تحشوه بس أنا برتاح كده بعمل القطعة وبعدين ببتدي أحشيها لما بكون القطعة صغيرة ومدريات أو حاجة بسيطة لكن طبعا في رجل العرايس نحشيه واحدة واحدة عشان خاطر الشكل اللي يطلع معينا متناصف أنا بحشيها باستخدام أما طوكا تحكوش علي طوكا عادية انتم ممكن تستخدموا أي حاجة هتريحكو ان شاء الله حتى الظهري قبره طوكا ونصحتي لكم انتم بتحشوه انتم بتحشوه كويس جدا عشان فيما بعد مع الاستخدام بحسن الدمه بطيبة فانتم بتحشوه كويس جدا وانتم بتشتغلوا برضو بتعملوا لها مساش خفيف كده بحيث انتم بتشكلوها هتشوفوا الكلام ده ان شاء الله في الفيديوهات بس انا حبت اوضح وفي ناس طبعا بتحب تستخدم الفايبر الخشن بس انا بصراحة عمري ما لقيته قدامي دايما لما برو حاجة فايبر بلاقي الفايبر الطري فبرده ما فيش مشكلة انت تستخدمي المتاح قدامك اتلاحظونا انا ماليتها الاخر كنجو فيا نفس بس 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 آخر سطر سنقوم بخمس طنقص طبعاً لدينا عشرة عشر غرز حشو سنقوم بخمس طنقص وبكده يبقى نخلصنا الأقدام سنقوم بكتعتين بنفس الطريقة بشي يختلف نطرق سنقوم بخمس طنقص لذكر القصية بكتبات ودهيقني في التثبيت فيما بعد. طبعا انا كنت عاملة قطعة تانية. وبكده اقدم تكون خلصة. هنبدأ دلوقتي نعمل مع بعض اليد. هنعمل دايرة سحرية. وهنا من قواها 8 غرص حشو. انا هنا هحولها في الغرزة الماجيك رينج. او الدايرة السحرية. انتوا شايفين هي طبعا انا لفة لفتين. فعلشان اعرف ان انا قفلها باخد واحدة. لو بشد طرف الخيط. والخيط الدايرة اللي بتتشد. هي دي اللي انا ببدأ بيها ان انا اشدها بطريقة دي. عشان اقفل الدايرة التانية. ودي لما بشد الخيط بتروح مقفولة هي كمان. ودي اقمن طريقة ان انت تعمل الماجيك رينج. انتوا عارفين ان انا اول غرزة بي تبقى صعبة شوية. بس انشاء الضغط يجي. هنبدأ بان اعمل الثورة التانية. او الغرزة هنعمل فيها تزايد. وانا هنا روح تجبت ابرة اصغر مقاس اصغر. عشان خطر اعرف ادخل الابرة في الغرزة. لانها كانت صعبة بقدي عم. او الغرزة. او الغرزة. او الغرزة. نعمل الغرزة. وبعدين الغرزة اللي بعدها نعمل فيها حشو. هنعمل بقى الموضوع ده تزايد حشو. هنكرر اربع مرات المجموعة. في الاخر هيبقى 12 غرزة في الدور. بحاول نقافن الدايرة السحية كويس. الدور الثالث. يعمل في 12 حشو دور سيبت والدور الرابع هو كمان هعمده 12 حشو يعني الدور السبات هتبقى عندي دورين هنفضع بقى في الدور الخامس هنعمل تنقص اتنين حشو وهنكرر المجموعة دي تلات مرات يعني المجموعة هتكونت هنقص اتنين حشو بعيث ان احنا يكون عندنا في الدور 9 غرص اتنين حشو اعنيم الدور بطرف الخيط بدلا ما احط ماركر ما بحبوش بصراحة بيها الصبني الدور السادس هنعمل فيه 9 حشو اشتركوا في القناة 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 سبت تزعى حشو نوسع الإيد لكي نحشيها بالفايبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اي حاجة لاني انا كان هدفي الاول ان انا اوصل الفيديوهات دي للاطفول انا عارفة ان الحاجات دي طبعا كلنا بنعرف نعملها وكلنا شطرين ومشاء الله علينا مبدعين بس انا قلت اي حاجة تسلي الاطفول انا عارفة ان اتاخرت شوية كان مفرود ابدأ من بداية الاجازة بس انا اتاخرت فعلا الظروف فوقتاتي انتو طبعا شايفين ان انا باعمل مساجل القطعة زي ما قلت لكم الموضوع ده بيخلي ان انت تقدري تتحكمي في شكل القطعة اللي انت عايزيها وبيخليها تطلع نعمة مش مكالكعة عشان انا بساعد بشوف ناس ما شاء الله عليهم بيطلعوا شغل جميل بس مشكلتهم بدوا بقى في الحشو بحسوا انهم مكالكعة من اماكن ما كلنا بنتعلم من بعض بس يعني دي كانت ملاحظة حبيتها فتكو بيها دلوقتي احنا هنعمل اخر دور هنعمل تناقص حشو تكرار المجموع ثلاث مرات عشان في الاخر يبقى عندنا في الدور ستة غرز ونكون كده خلصنا الايد كمان وبردو نسيب خطوين لعشان التثبيت حبيت افكركم اطول من كده كمان وطبعا احنا بنعمل كمان قطعة عشان يبقى عندنا اتنين قدم واثنين ايد اشتركوا في القناة يشتركوا في القناة أغلق سينافل إلي إيط ويبرد تندي فقط أغلق 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 قام للخيط أغلق تمرت أغلق اختار هعمل بردو الإيد التانية بنفس الطريقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثبتها لباشا كلها لطيفة ومقفولة برضو هنوضف الرجل التانية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنبدأ دلوقتي نعمل مع بعض الأزن بتاعت الأرنوب هنعمل دايرة سحرية ونعمل قواها أربعة حشو واحد اثنين تالتة أربعة ونقفل الدايرة السحرية هنشد الطرف هنلاقي في دايرة منهم بتقن فهناخدها بنبرة كده ونصحبها كويس جدا والدايرة التانية بتتقفل منجرد ان انا بشد طرف الخيط وكده نكون افنة دايرة السحرية نشدها كويس عشان اتأكد ان ما فيش اي فتحات الدور التانية بقى هنعمل في تزايد المراجي غرزة كانت سهلة انها تدخل فيها القبرة بس المشكلة ان انا كنت اعزا اصغر حجمي الغرزة اللي انا عم بعملها كانت وصحها شوية هنعمل بقى تزايد حشو متحرة تزايد هاشو وكده الدور التانية يكون و معنا في ستة كورس ان دور التالت بقى صال ما يمكن هنعمل ستة تزايد المترجم للقناة المترجم للقناة ربا تزايد حمس حمس الدول الرابع تزايد حشو 6 مرات بحيث أن الدول الرابع يبقى تزايد 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 التزايد تزايد تزايد اشتركوا في القناة 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 واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اشتركوا في القناة 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 اربعة تموكس واحد نين تاتة أربعة والتر إن أربعة وشر هيبقى عشرة حشو اشتركوا في القناة اخر دور هعمل تانوكوس ثلاثة حشو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة حشو اشتركوا في القناة ثلاثة حشو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة